بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معن شابتر 11 Driving Shafts النوع اللي بعد كده من الإجهادات اللي هو Shafts Subjected to Combined Twisting Moment and Bending Moment الشافت أو العمود اللي واقع عليه Bending Moment بيسبب طبعا Bending Stress و Torque بيسبب Torsional Stress. عندي نظريتين النظرية الأولى بتعتمد على Maximum Shear Stress اللي هي Maximum Shear Stress Theory وأحيانا يطلق عليها Gesture Theory Which is Used for Ductile Materials بتستخدم للأعمدة اللدنة Such as Mild Steel على سبيل المثال Steel Mild النوع التاني اللي هو Maximum Normal Stress Theory أو نظرية التانية Maximum Normal Stress Theory وأحيانا يقال عليها Rankin Theory Which is Used for Brattle Materials يبقى النوع الأولى Maximum Shear Stress بستخدمه للDuctile Material والنوع التاني اللي هو Maximum Normal Stress Theory بستخدمه للBrettle Materials طيب النظرية الأولى بتقول إيه في حالة Shafts Subjected to Combined Twisting Moment and Bending Moment في الحالة دي According to Maximum Shear Stress Theory Tau Maximum بتساوي نص في الجزر التربيع لSigma Bending Square زائد 4 Tau Square بالطبع إحنا حسبنا Sigma Bending قبل كده 32M على BiD تكعيب وTau ب16T على BiD تكعيب أعوض بالقيم بتاعتها وبيطلع عندي أن Tau Maximum اللي هو ده نص النظرية بيطلع عندي أن Tau Maximum بتساوي 16 على BiD تكعيب في جزر التربيع لM Square زائد T Square لو أخدت الجزء ده كده وكتبت هنا T Equivalent أقدر أن أنا أقول Tau Maximum بتساوي 16 في T Equivalent على BiD تكعيب ومن هنا طبعا أي عمود عندي بحسب المومنت وبحسب التورك ومنها أحسب التورك إكويفلنت وهنا بمعلومية التورك إكويفلنت والTau Maximum للماتيريال أقدر أطلع القطر اللي يتحمل نوعين الإجهاد النظرية التانية بتقول According to Maximum Normal Stress Theory نص النظرية بيقول أن Sigma Bending Maximum بتساوي نفس القيمة اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده لكن بزود عليها نص Sigma Bending لو شفنا النظرية قبل كده نفس القيمة دي هي نفسها هنا لكن بزيادة من نص Sigma Bending برضو بعوض بالقيم Sigma Bending وتاو بحصل في النهاية على أن Sigma Bending Maximum هتساوي القيمة دي لو أخدت الجزء ده هنا وديت له الرمز M-Equivalent في حالة طبعا لم يذكر الماتيريال سواء كانت أو دكتايل في الحالة دي بطبق النظريتين واختار القطر الأكبر نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر